مشاهدين للحديث أكثر حول حصر استراد البقول الجفة للدوان المهني للحبوب يحضر معنا في الستوديو السجد تريعة ميلود مكلف بياد دراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة أهلا بك وشكرا على قبولك الدعوة السلام شكرا على الدعوة إذن السجد ميلود حصر عملية استراد البقول الجفة إلا من طرف الدوان الوطنية المهنية للحبوب ماذا يعني ذلك؟ شكرا على السؤال هو تطبيقا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة وخارطة طريق القطاع لفترة 2020-2024 تم اتخاذ عدة إجراءات وعدة في مختلف مجالس الوزراء المنعقدة تم اتخاذ إجراء والاتخاذ القرار بخصوص الاستراد الحصري البقول الجفة في 10 أفريل 2021 من طرف سيد رئيس الجمهورية وهذا نظرا للاستراد العشوائي لهذه المادة بقول الجفة عامة وحماية للمنتج الوطني عندنا برنامج واعد في إنتاج البقول الجفة تم تصطير هذا البرنامج منذ سنة 2020 والذي حقق نتائج كبيرة ونظرا للاستراد العشوائي كان فيه هناك صعوبة لتسويق المنتج الوطني يعني لنا نستورد كميات كبيرة تفوق الاحتياجات وتنفيذاً ولا تطبيقاً لقرارات ولا تعليمات سيد رئيس الجمهورية باستراد ما نحتاجه فقط يعني هناك عندنا إنتاج وطني حالياً يعني إنتاج ذو جودة عالية وقيمة غذائية عالية لوجب حمايته والنهوض بشعبة البقول الجفة يعني تم تصطير مخطط يعني جديد للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجفة فيه عدة إجراءات من بينها تم يعني في إطار يعني النهوض بهذه الشعبة ورفع الإنتاج الوطني تم رفع منحة الإنتاج منحة يعني منحة الجمع يعني التي تدخل في سعر الشراء من عند الفلاح هذا ليشجع الفلاحين أنهم يزيدوا في المساحات المخصصة البقول وزاد الإنتاج ولضبط يعني تسويق ولضمان تسويق المنتوج الوطني وحمايته تم اتخاذ القرار بالإستيراد الحصري من طرف ديوان الحبوب طيب تحدثت ربما عن هذا البرنامج ربما ستتبعه وزارة تال في لحة من أجل ضمان إحتياجات البقول بالنسبة للسوق الوطنية لما نتحدث عن إمكانيات والقدرات نتحدث عن الإنتاج طبعا ربما هل المخزون والإنتاج كافية اليوم من أجل تلبية السوق الوطنية ونتجه إلى ربما حصر الإستيراد شكرا على السؤال هي حصر الإستيراد هي لفترة معينة فقط لأنه عندنا قدرات أنه تلبي الاحتياجات الوطنية عبر الإنتاج الوطني يعني عبر الإنتاج الوطني حاليا يعني فيه إنتاج يقدر بحاول يعني يلبي أكثر من 40% يعني الأهدف تعني نصله يعني نهاية 2024 إلى 90% والقابة على الإستيراد مباشرة على هذه المادة التي تستنزف الخزينة من العملة الصعبة يعني بالنسبة لهذا القرار تم اتخاذه في 10 أبريل 2021 تم اتخاذ جميع الإجراءات من طرف ديوان الهبوب لتهيئة الوضع يعني ما نقولش نطبقه مباشرة لا حيكون فيه تأثير على السوق الوطنية وعلى وفرة المنتوج في السوق يعني تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التجارة حيث كان حاليا فيه هناك مخزون يعني يكفي حتى لنهاية العام نطمن جميع المواطنين نطمن جميع المتعاملين ان الوفرة عندنا وفرة وعندنا مخزون يكفي بالإضافة إلى الحملة الحصاد حملة الجني اللي نحن نقوم بها في إطار يعني حاليا عندنا هدف مساحاتي فوق 120 ألف إكتار ولحظنا أنه حتى المردود رح يزيد بالنسبة مقارنة بالأعوام الفارطة وهذا نظرا لتطبيق المسار التقني وأيضا تم وضع نظام يعني تعاقدي مع بين المنتج بقول الجفة ودعاونية الحبوب بإشراك جميع الشركاء الاجتماعيين يعني هناك يعني نظام لتتبع الإنتاج اليوم عندنا إحصاء على المنتجين نعرف المساحات مخصصة لذلك يعني سهل تتبع يعني البذور توفير المدخلات لهذا لضمان يعني وفرة في الإنتاج بالنسبة للبذور يتم إنتاجها محليا هي البذور يعني عندنا ثلاث متعاملين اقتصاديين يعني خواص ينتجوا البذور متمكنين هي بذور محلية لا ننجع الإسراب لا نرتبط بالسوق العالمية فيما يخص يعني البذور البقول جبا وهذا يعني يعتبر يعني طبعا هذا كذلك يشجع الفلاحين يشجع الفلاحين لا لا نحن ما نرتبطوش بسوق العالمية يعني مشكلة أسعار البذور متمكنين فيها الوفرة البذور متمكنين فيها يعني سهل أنك توصل يعني توفير هذه المادة والقضاء على الاستيراد يدخل في تعزيز يعني الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف وتقلبات يعني التي يشهدها سوق تشهدها سوق العالمية يعني ممكن حتى في بعض الأحيان كانت يعني ارتفاع ارتفاع رهيب لاحظتوا هذا في 2021 كان فيه ارتفاع الأسعار لوصلت أسعار قياسية في السوق العالمية بسبب الاستيرابات سياسية وكان هناك تدخل ديوان دهبوب لسوق المنتوج الوطني بأسعار لي ما فقدش حتى 120 دينار طيب بعد هذا القرار هل ديوان اليوم ربما مع الارتفاع المستمر للبدور في الأسواق للبقول الجفة في الأسواق العالمية هل بهذا القرار الديوان قادر ربما على دعم الأسعار محلجا يا شكرا هو الديوان الحبوب عنده يعني خبرة كبيرة في مجال سواء في مجال الاستيراد أو جمع المحصول الوطني هو من مهامه هي ضبط السوق الوطنية نعرف أنه الديوان كان له خبرة في ذلك كانت له تدخلات خاصة في البقول الجفة لصوق المخزون الانتاج الوطني بأسعار زهيدة جدا بالنسبة لأسعار البقول الجفة المستوردة راه في إطار يعني دراسة اللي حتكون بأسعار مدروسة اللي حتكون ببشرة بتسويقها سواء المتعاملين عشرة متعاملين يعني مختصين في التوظيب ولا تعليب المنتوج اللي نطمنهم من هذا المنبر أنهم يتقربوا من الديوان ولا حيقوم بتوفير لهم ما يحتاجونهم ما حيكون إن شاء الله ارترابات في السوق ولا وفرة على وفرة المنتوج في السوق ربما لو نعرج إلى نقطة في ذات السياق نعلم ربما أن أسعار البقول عند الديوان نوعا ما مرتفعة هل سيتم ربما مراجعة هذا الأمر هي مشكلة الأسعار أسعار بقول جفة هل تتكلمين عن البقول جفة المستوردة أو الإنتاج الوطني لأن هناك فرق إنتاج الوطني إنتاج الوطني يعني السعر زهيد جدا بقارة بالسعر العالمي أما الأسعار يعني الأسعار البقول جفة المستوردة هناك لجنة تقنية خاصة بالاستيراد هو البنتوج يخضع لنظام البورصة العالمية يعني هناك لجنة مشتركة من عدة وزارات على مستوى ديوان الحبوب يعني هناك ممكن معاملات يقوموا بها بعض المستوردين اللي كانوا يستوردوا مخزون قديم بأسعار زهدة يعني المخزون لما يكون عندك مخزون قديم القيمة الغذائية تاو تنقص يعني تستهلك في كارتون يعني الورق يعني قيمة ليس له قيمة غذائية يمكن يشريوها بأسعار زهدة ويكون فيه يعني حتى بعض المعاملات الغير أخلاقية بالنسبة للأسعار راح هي في الدراسة وراح يكون فيها ضبط طيب تحدثنا عن الأسعار ربما ما يهم المستهلك اليوم أيضا تحدثنا عن الوفرة والأسعار ربما ما يهم المستهلك اليوم الجودة هل الديوان اليوم مقادر على ضمان الجودة بالنسبة للمستهلك الجزائري؟ بالنسبة للجودة يعني النظام يعني شراء اللجنة التي تشرف على الاستيراد على مستوى الديوان هناك يعني يقوموا بالتحاليل يعني تحليل الجودة نطمنك أنه كل ما استورده من طرف الديوان يعني منتوج سنة 2022 هذا بالضمان يعني فيه يعني هناك تحاليل على مستوى الموانا وتحاليل على مستوى المخابر التابعة للديوان لضمان أولا جودة والقيمة الغذائية للبقول الجفة طيب تحدثنا عن المستهلك ربما لو نتحدث عن الصناعيين كيف سيتعامل الديوان بعد هذا القرار مع الصناعيين؟ بالنسبة للصناعيين يمكن مباشرة يقوموا بالاتصال على مستوى بالاتصال على مستوى سواء على مستوى تعاونية الهبوب أو على مستوى يعني الإدارة للعمل للديوان الوطني للهبوب لتقرر منهم وحيكون فيه يعني إمضاء على اتفاقية معهم وحي الديوان حيوفر لهم مباشرة يعني حسب الطلب تيهم حسب الأصناف اللي يحبوها خاصة بالنسبة للأرز ولا هناك عدة أصناف نعرف عدة أصناف سيكون هناك تم وضع نظام لشراء لحساب هذا المتعاملين يعني الديوان هو اللي سيتكفل بالاستيراد والمتعاملين سيكون مباشرة بشيراء المنتوج عبر الديوان بأسعار وباليسبة لتجار الجملة والتجزئة؟ نفس الشيء نفس الشيء سيكون هناك تنسيق ما بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لضبط هذه العمالية لتصويق المنتوج كل المتعاملين لهم الحق في شراء المنتوج من الديوان الوطني لهبوب أيضا تجار الجملة وأيضا ستكون فيه تصويق عبر نقاط البيئة التابعة للديوان يعني حتى الأسعار ما تكونش حتى الربح رح يكون فيه تتبع يعني الأسعار ما تكونش فيه مضاربة ما تكونش فيه يعني استغلال ولا تكون فيه يعني متدخلين أو وسطاء اللي رح يزيدوا في السعر يعني تمكننا أنه نضمن الرقابة نضمن السعر ونضمن جودة المنتوج وخاصة حماية هذا هو الهدف الرئيسي هو حماية المنتوج الوطني للنهض يعني هدفنا أنه في سنة 2024 نحن إن شاء الله نقوم بتقطية أكثر من 90% من الاحتياجات الوطنية من بقول الجفة لأننا عندنا إمكانيات كبيرة والفلاحين تعنا يعني هذا الزراعة غير مش غريبة عليهم يعني زراعة سهلة ومتمكنين منها عنا جميع الوسائل والظروف يعني الحصول على الاكتفاء الذاتي من هذا المدى طيب ربما كنقطة أخرى العمل ماضي تم حصر استيراد الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب كيف ربما تقيمون هذا القرار بعد سنة هي تتقرار وآن يأتي قرار منع استيراد أو حصر استيراد البقول الجفة هو نفس القرار يعني يدخل أن الديوان هو مهامه هو الضبط سواء عبر الجمع الإنتاج الوطني أو عبر الاستيراد يعني نستورد ما نحتاجه فقط وليس نستورد بكميات عشوائية يعني هنا تم تقليص يعني عندما تكون هناك أداة ولا آلية عبر الديوان هو الآلية لضبط السوق يعني ما تكونش عندك يعني استيرادات عشوائية ولا حسب يعني ما يحتاجه المتعاملين وليس لما يحتاجه السوق كما لاحظنا يعني في مرحلة ما كانت هناك مضاربة وجدنا حتى يعني هناك يعني تجار ولا متعاملين ولا كانوا عندهم يعني مخزونات كبيرة لتكفي يعني مدة كبيرة لهذا وجب ضبط السوق ونستورد إلا ما نحتاجه حفاظا على المنتوج الوطني حفاظا على العملة الصعبة والنهوض وتوفير كذلك منتوج يعني جودة للمستهلك وخاصة قيمة غذائية للمنتوج شكرا لك سيد تريعا ميلود مكلف بالدراسات وتلخيص بوزارة الفلحة على حضورك معنا مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية تفاصيل هذا الموعد الاقتصادية شكرا على حسن المتابع والإصغال أو ذلك بيلان جزيلا شكرا لك شكرا لك